معنا الآن من بيروت السيد نزار زكا خبير التكنولوجيا المعلوماتية الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية السيد نزار أهلا وسهلا بك أول شيء الحمد لله على السلام أنت حديث الساعة في لبنان وربما في المنطقة فبدنا نحاول نتسقط بعض الأخبار عنك فبدك تسمحنا في بعض الأسئلة أولا على أي أساس تم الإفراج عنك وهل كانت هناك شروط وضعت عليك لتتم عملية الإفراج شكرا للعربية التي تبعت ملفي من الأول الأطنية بالعالم التي تبعت القضية تبعيتي ولا ما كان في شروط أنا رفضت أي شروط وضعت علي للإفراج أبدا ما في أي شرط أنا مواطن بريء ورحت لهنيك على إيران بدعوة رسمية من نيبة الرئيس وتم اختطافي بتشكر رئيس الجمهورية الذي طلب رسميا الإفراج عني والسلطات الإيرانية التي لقيتها مناسبة للإفراج عني هل تلقيت اتصال من رئيس الجمهورية يهنئك على السلامة أستاذ نزار؟ هل بدرت بالاتصال به؟ لشكري لا أول ما وصلت ذهبت مباشرة إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الجنرال ميشيل عون وشكرته على جهده وذهبت مع اللواء عباس إبراهيم عند فخامة الرئيس هل فعلا تعرضت للتعذيف في السجون الإيراني أم هذا غير صحيح؟ وكيف كان يتم التعامل معك طيلة فترة الاحتجاز؟ في الفترة الأولية جميعاً لأنماع التعذيب كانت موجودة في الفترة بعد السنة أو أقل من سنة صار بس التعذيب نفسي يلي بيبلحق بكل السجناء في معتقل إيفين هو أحد أبشع المعتقلات في العالم لا يمكن وصفه من الصعب وصفه قضيت فيه ثلاثة سنين وثمانتش وخمسة وعشرين يوم تقريباً أستاذ نزار هذا لا يمنعني من سؤالك يعني الجدل الذي قام في لبنان حول من الذي بذل الجهود للإفراج عنك ولتتكلل هذه العملية بالنجاح تعرف دائماً كان الكلام أنه رئيس الجمهورية هو الذي طلب مباشرة وبذل كل الجهود عبر لواء عباس إبراهيم وكالة أنباء فارس قالت لا أنه أمين عام حزب الله طلب شخصياً من المرشد الإيراني الإفراج عنك يعني تدخل شخصياً وهنا إذا كان السيد نزار زكا يدين بالإفراج عنه لشخصية ما في لبنان لمن يدين الإفراج عنه لرئيس الجمهورية أو لأمين عام حزب الله لا أنا أكيد الإفراج عني هو متعلق فقط بالدولة اللبنانية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية هلأ الفخامة رئيس الجمهورية بمن استعان لتحقيق الإفراج عن مواطن لبناني أنا ما عندي ما بعرف بهذا الموضوع بس أنا ما عندي أي نحن أنا مدين لبلدي ممثلة برئيس جمهوريتها ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ومدير عام الأمن العام يلي هني بمثل الجمهورية اللبنانية هل تلقيت أي اتصال تهنيئ بالإفراج عنك من أي مسؤول من حزب الله أو من أي نائب من حزب الله أنا أكيد حتما لا ما تلقيت أي شيء من أي شخص من حزب الله أكثر من فريق لبناني استاذ نزار كما تعرف حاول تجيير قضيتك الإنسانية بالدرجة الأولى لمصالح سياسية لبنانية داخلية ماذا تقول لكل هؤلاء المواطن اللبناني نحن مواطنين لبنانية نحن هذه قضية لبنانية قضية عربية قضية حق قضية حرية منها قضية ما لازم أحدا يجير هالموضوع لمصالح ضيقة الأرضية أكبر في ناس بمعطقة الأفين في ناس كتير أبرياء من بلاد العالم من العراق من كل البلاد موقفين ومن أمريكا ومن السويد ومن إنجلترا ومن النمسا من كل البلاد هيدول كلهم مظلومين قاعدين هناك نطلب لنا كلنا نتعاون كان يتسنى لإلك تتحدث معهم أستاذ نزار كان يتسنى لإلك تتحدث معهم لهؤلاء السجناء أنا آخر سنتين أنا آخر سنتين حطونا بأول سنة ونص ما كنت نشوف حدان بعدين صرنا بشيء عمومي اسمه سجن اسمه معتقل عمومي يلي فيه بقلبه كل الأجانب وقد أتحدث معهم وقد نحكي بكل هالمواضيع وكنت مكين بزيت الغرفة أنا وثلاثة أجانب منهم أمريكي جنسية ونمساوي جنسية هل كان في وفق معلوماتك لبنانيين آخرين معك في سجن إيفين لا ما في لبنانية أنا الوحيد اللبناني الموقوف بسجن إيفين بسجن إيفين ضمن نحن بسجن إيفين في عدة سجون في السجون الأمنية يلي مثل ما حطيننا هذا سجن كتير قاسي وكتير ما فيك تتحرك وما فيك تعمل شيء هذا ما كان في لبنانية أبدا كيف كانت تتم عمليات التحقيق معك سيد نزار لو تعطينا تفاصيل كيف كانت تتم عمليات التحقيق بشكل دوري بشكل يومي كيف كان يتم التعامل معك بأول مرحلة كان في محاولات حسيسة تحتى يقولوا أنه أنا جيسوس وأنا أجية وهم من أول نهار هني على الطلاع وهم على علم أنه أنا كنت عم بتحقق معي من قبل الحرس السور الإيراني مش من قبل وزارة المخابرات لأنه في الدولة الإيرانية على علم هي دعتني دعوة رسمية والحرس السوري كان عم بيجرب يثبت أنه أنا أنه أنا شيء مني أنه أنا جيسوس أو شيء لأغراض داخلية وإقليمية وعدم الانفتاح وهذه المواضيع كانت داخلية وأنا حطوني بالنص فيها وبعدين تبينت حتى نيبة الرئيسة الإيرانية دعتني هي رجعت أعلنت أنه تم اعتقالي خطأ وأنا بغي أستاذ نزار هل كنت متأكد أن السلطات الإيرانية ستفرج عنك أم لا كانت تراودك شكوك أنه لن يتم الإفراج عنك أكيد ما سدعت أنه أنه لح يفرج عني لحديد ما طلعت بالطيارة مع اللواء عباس إبراهيم ومشينا من إيران وصرنا بالهواء وكان علامتنا الطيارة ما فيه ولا شخص إيراني في حال وجهت نعم في حال وجهت إلك الدعوة أستاذ نزار مرة أخرى لزيارة إيران هل ستزور إيران نعم تم تم السؤال هذا السؤال لي من إبهل السلطات الإيرانية وقلت لهم أنه ابتداء من اليوم أول ما بدقوا في إيران أي طائرة سوف أخذها من إلى أي بلد سوف أتأكد أنها لن تطير فوق إيران لأنني لن أذهب لن أطير فوق الأجوال الإيرانية على أي طائرة بالعالم ولن أذهب إلى إيران ولا أريد أن أرى إيران وأشكر وأشكر الشعب الإيراني يلي كان منيح معي بس يلي صار معي ما بتتمني لحدا بالعالم تعذيب يلي صار ثلاث سنين وتمنتشه لأن الببيت زيارة رسمية هيدا ما بيصير هيدا ما حدا عمله ما بتعمله بحدا ما في شي ما في إنسانية ما في حقوق ما في شي طيب سيد زيار بدي أسألك عن بعض السجنين خصوصا السجين لبريطاني اللي كان معك شو وضعه ومين هو وشو طبيعة التهم الموجه إليه ولكن فيك كمان كلام أنه يا خي هذه الدول إيران أو حتى أمريكا منه جمعيات خيرية يعني لا بيطلب من فلان ولا علان ما احترامنا للجميع هذه في مفاوضات سرية قد تكون تجري بين الطرفين وأنه إيران قدمت ورقة اسم نيزار زكا في مقابل ورقة ستظهر قريبا أمريكية تجاه إيران كل هذه المعلومات كيف تنظر إليها أنه أنت بموجة بصفقة أو لا لا أنا لست بموجة بصفقة حتما لأنا من جهة اللبنانية تم طلب الإفراج عني بطريقة لبنانية مية بالمية من دون أي تدخل بس كيف يستغلها الإيراني وماذا يفعل بها الإيراني هل سوف يستغلها لإبداء حسن النية اتجاه الدول الغربية وهيك ممكن بس الصفقة لا يوجد صفقة حسب أنا بس أكد لك أنه يلي صار معي خفف الاحتقان في المنطقة من لما أبدت إيران أنه لحت تجاوب مع طلب رئيس الجمهورية اللبنانية بالإفراج عني خفف الاحتقان في المنطقة طيب قلت أنه في بعض السجناء كانوا معك خصوصا في سجين بريطاني هل من بس تعطينا بعض المعلومات من هو هذا السجين وشو وضعه وشو التهم الموجهة إليك السجين البريطاني اسمه شاب منظوري هو إيراني بريطاني هو متهم بالمفاوضات ببعض الأمور المتعلقة بالحظر المتعلقة بالحظر أنه تجاوز الحظر يلي كان وفي السجين الأمريكي كمان كان موجود معي يلي هو متهم هو من جامعة برينستون كان عم بيعمل دراسة عم بيعمل دراسة في مجالة إلنا اسمه أستاذ نزار ما سلا يفهم المشاهدين عم مين عم نحكي زيو زيو وانغ زيو وانغ هو من برينستون هو عم بيعمل من برينستون يونيفورسيتي بأمريكا هادي أستاذ نزار كنت تشوفهم كنت تشوفهم يعني كنت تشوفهم تلتقي معهم تتحدث معهم كنا بزيت الغرفة كنا بزيت الغرفة جيد أبو متاز كيف وضعهم الصح وهل في أمل بالإفراج عنهم أنا بتمنى أنا حطيت على حالي هدف واتفعت معهم أنه أنا إذا تم إخلاء هي لحكون أنا المهمة الأولى أنه دفاع عنهم وتأكيد أنه يفرج عنهم لأنه هدولي جماعة هدولي ناس مظلومين وليزم يفرج عنهم بأسرع وقت ممكن وأنا وأنا أكرس مهمتي إن شاء الله حتى خلي العالم كلها يعرف وما ينظلم بقى حدا هل حملوك أي رسالة ومين عم يتابع وضعهم إذا عندك معلومات السفارة السفارة السويسرية في في طهران هي بتهتم بالأمريكان والبقية السفارة البريطانية بس السفارة السويسرية هي كل المصالح الأمريكية بطبيعة بإيران تهتم فيها بأهن السفارة السويسرية بيتابع وضعه لزيو بس دائما يعني أنا بخلال أربع سنين تمكنت من من الالتقاء بالسفارة اللبنانية ثلاث مرات وما سمحوا إلا بالسنة مرة تلتقى السفارة دولتك شيء ما في أي احترام لأي معاهدات دولية والكنسولية هن الحرس فاتح يعني ما ما في أي تعاون كان وضعه الصحة وضعه الصحة لل البريطاني والأمريكي وضعه الصحة جيد أو يعني كيف 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 توصف وضعه يعني وضعه كل واحد بيقف بهالسجن بينزل وزنه بشكل كبير كتير ويصير وضعه يعني عادي فيه كان معه كان معه مرض بسيط مش يعني بسيط بس يعني كان معه مرض زيو وانج وعزبه حوالي ست شهر حتى جيبو له حكيم يلي هو كان معه بالجلد الاحتكاك والالتهاب بجلد سيد نزار وضعك الصحي هيدا هي اللي كان نعم وضعك الصحي أنت شخصيا يعني بعد أربع سنوات من الاعتقال كيف كيف شو قالوا الأطباء أو بعد ما 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 دخلت يعني أو ما ما صار عندك هالجنرال تشيك أب عملوا عليك أنا زيهب آخر الأسبوع على أمريكا وبدأ أول ما بوصل على أمريكا لح يهتم لح عمل تشيك أب لصحتي وبكرة بعتدت لحشوف الحكيم تشوف تشيك أب السريع علي على إذا في شي في أنا مردت مد بإيران وأضربت عن الأكل ست مرات أضربت عن الأكل لأنه للظلم اللي لا يحق فيه ما كان عندي أي طريقة لأحكي ترى وصل وجعي إلا بالأضراب عن الأكل كنت بدي أسألك عن مشاريعك المستقبلية إذا باء بلبنان أو زهب إلى الولايات المتحدة فعم تلي الأسبوع المقبل زهب إلى الولايات المتحدة هتعود إلى لبنان قريبا أم لا ستمك ثلاث المتحدة أكيد لا أكيد لحرجع على لبنان بلدي ووطني ولح ضلني بمهمة الدفاع عن الحقوق عن الحقوق اللبنانية وينما كان وحقوق العربية نحن قضيتنا قضية كبيرة وقضية إقليمية وقضية عربية ولح دافع عنها بكل الطرق الديمقراطية سيد نزار نرجع باسمي وباسم العربية من إلك الحمد لله على السلام وشكرا لهذا الحديث الحصري بعرف أنه أنت أول يوم في الإفراج عندك في لبنان بين أهلك ولكن أصريت أنه تطلع معنا أنا مشكور جدا لإلك على هذه المقابلة أعزاء المشاهدين من بيروت السيد نزار زكا خبير تيفنولوجيا المعلومات الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك